موسيقى 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 مفيش فرق بين ولد وبنت في أي شغلانة موسيقى موسيقى بحب المغامرة وأوي بحب الشغلانات التقيلة موسيقى اسمي مونة حسن أنور عندي 26 سنة الشغلانة دي حبها جالي من المغامرة اللي فيها خطورتها عالية مغامرتها كبيرة موسيقى موسيقى المعامرة كل المجتمع اللي أنا أعيش فيه كانوا رفضين فكرة أن أنا أبقى في الورشة، بس هو كان كان منصبالي مش هلنجي حياتي مينة الخراطة أصلاً هي أنا ورساها أفضل عن جدي كانت شغلة جدي وبعدين أبويا وبعدين يعني أنا شوية صغيرين جات إزاي؟ جات إن أنا كنت نزل مع بابا أعمل شغلانة بسيطة كده وبعدين حبيت الموضوع كلنا إحنا صغيرين بيبقى عجبنا قوي فكرة إن إنت ليك مكان وليك كلمة في المكان فأنا كنت نزلة كده وكنت نزلة الأول إن أنا يعني إحنا أربع بنات فجميل إن أنا أقف مع بابا شوية وبعدين حبيت المهنة جات إزاي إن أنا أشتغلت أنا أول أربع سنين من حياتي ما كنت أشتغل بإيدي خالص خالص نهائي وبعدين وضعي كبنوتة مع الرجالة اللي وقفة كان وضعي صعب جدا إن أنا مش فوق ما أي حاجة في أي حاجة فساعتها أنا تعلمت من ورا بابا يعني تعلمت إن أنا أخد فكرة من هنا على فكرة من هنا لحد ما لميت الشغلانة كلها ساعتها قدرت إن أنا أكون مديرة بالمعنى الحرفي إن أنا عارفة كل حاجة بتتعمل إزاي بتاخد وقت قد إيه فقدرت إن أنا سيطر على الناس اللي تحت إيدي والدي ما كانش موافق خالص إن أنا أشتغل بإيدي بحكم إن أنا أبنوتها والدنيا هنا عندنا صعبة شوية يعني الجروح عندنا بتبقى خطيرة نوعا ما إن إحنا بنتعمل مع معدن بس وسرعة المعدن مع السرعة ممكن يموت البني آدم حرفيا فبابا كان معترض شوية الأول لما لقاني بعرف أعمل وبعرف أنتج وبقيت شخصة مهمة في الورشة زي زي الناس اللي معايا بعرف أنتج زي هم بالزبط وأحيانا أسرع فده اللي يخلي يوافق خلاص ويعتمد علي وبعدين الورشة بالنسبة لي هواية أكتر ما هي شغلانة بحاجة بطلع فيها تقطية حاجة أنا بحبها حاجة خلاص فهمتها يعني خلاص فهم فهم فلما بشتغل أي حاجة بشتغلها جنب الورشة مش بسيب الورشة الشغلانة دي يحبها جاني من المغامرة اللي فيها خطورتها عالية مغامرتها كبيرة وكل حاجة في كل مكانة هنا نحن نشتغل عليها خطورتها فعلا تبقى عالية فالتركيز هنا بيبقى واخد وضعه شوية غير إن هي أصلا شغلانة رجالي وأنا بحب النوع ده بحب المغامرة وقوي بحب الشغلانات التقيلة مش بحب الشغلانات اللي هي بتبقى على مكتب ده غير إن هي كان التحدي أصلا في الأول وفي الآخر هي تحدي جدا لأن أنا كذا حد بابا ويا ومامتي وإخواتي كل الناس كل المجتمع اللي أنا عايشة فيه كانوا رفضين فكرة إن أنا أبقى في الورشة بس هو كان بنسبالي مش هلنج حياتي فنجاحي فيه يعتبر نجاح كبير جدا 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 يمكن أكبر إنجازات حياتي إن أنا استمريت في الورشة لمدة 14 سنة دلوقتي اتعب عشان تحس بقيمة الفلوس لأن أنت مش متخيل فرحة أول فلوس أنت بتاخدها وتكون تعبان فيها بتبا شكلها عمله إذن؟ أول فلوس خدتها من فعلا لما إيدي توسخت وهدومي تبهدلت وكده كنت في سنوين كنت أبطت وبابا أبطني وإداني زيادة على المرتبي لأن أنا اشتغلت قوي أنا اشتغلت الشغلاء اللي هو أنت زي عملت كده فهو إيه حاب يكرمني يعني فلوس دي من نسبالي كانت أحلى فلوس مسكتاب حياتي أملت بها إيه روحت اشتريت كتب إمتى بيحصل لحظات اليأس والإحباط وكده لما حس أن بابا مش راضي عن شغل أو لما حسسني أن أنا مؤثرة معين أنا من جواي أعرف أن أنا والله العظيم يعني أنا عاملة أكتر من طقتي يعني أنا الوحيدة اللي هنا في الورشة ممكن أعمل ثلاثة أربع حاجات مع بعض بجد بعمل ثلاثة أربع حاجات في نفس الوقت وبخلصهم وبخلصهم بجودة هو فعلا ما فيش فرق بين ولد وبنت في أي شغلانة بس يعني الناس بتتريع علي عشان أنا بشتغل شغلة رجالة لو أنت بفعلا بتصنب لما فيه ميك أب أرتست رجال عادي مش أي مشكلة حياتي عادية حياتي الاجتماعية لطيفة جدا عندي صحاب وبعنين لسه مخطوبة بقالي شهر ونص مثلا فالموضوع لطيف جدا وخطيبي كمان مش رافض هو رافض الخطورة اللي في الموضوع بس مش رافض الشغلانة بالعكس هو يعني يعني جزء من تقديره لي أن أنا كل ده أن أنا وقفة مع أبويا وأن أنا عارفة صد وأن كل ده هو وقف فالشغل ما بيقللش من قيمة البنت أو فكرة أن أنا اشتغلت الشغلانة دي فأنا مش بنوتة لا بالعكس خالص هي الفكرة أن أنا بنت بنيت راجل عارفة أمتى أتعامل أن أنا بنوتة وعارفة أمتى أن أنا في الشغل يعني بجد يعني ماشي كده ضغر في نفسي فدي دي حاجة أنا بحترمها بفية والناس كثير قوي بتشوفني بالطريقة دي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة